اهلا بكم مجددا. نكمل مع درسنا. وشكرا لانك تابعت لهذه اللحظة. هذا يعني انك مهتم فعلا بموضوعنا. فالان اريد التعامل مع رفع الصورة. بمعنى اخر عندما يقوم الشخص برفع هذه الصورة. اريد رفع هذه الصورة. ما الشيء الذي سيحدث فعليا. طبعا هذه المسيجات ليس لنا علاقة بها. لا مشكلة. لكن الفكرة الان برفع هذه الصورة. فما الشيء الذي يجب ان يكون. فاذا لنذهب ولصفحة الريسيبي فورم. اذا ندعوني اغلق هذا. واغلق هذا. فاذا نحن بالريسيبي فورم. اه وعندما يتم النقر فعليا على زر رفع الصورة. فنحن نريد ان نقوم بتحقيق اسمه على فكرة هو يعني كان من افضل ان نسمي ال hoopton هذا. نسميه handle change thumbnail. افضل. وهذا نسميه handle upload thumbnail. فسأغير التسميات الان. فاذا نذهب للاعلى هنا. وهنا هذا سيكون اسمه handle change. عندما يقوم باختيار thumbnail. فإذا هنا سنسميه handle أو مثلا user select image. وهنا سنكتب user clicks on upload image. وبالتالي هنا سنطبق فنشن handle upload thumbnail. بالنسبة لهذا handle upload thumbnail فعندما يتبع النقر عليه نريد أن نرسل طلب مباشرة. فبالتالي هنا سأقوم ببداية. آآ وهذا يمنع الصفحة عندما يتم النقر على هذا الزر. آآ والطريقة للتعامل مع هذا الموضوع. التعامل مع ملفات. عندما نريد أن نرسلها من فهو إنشاء شيء اسمه form data. كيف ننشئها? بكل بساطة. سأقوم بكتاب التعليق create form data. وهنا const form جيد واسمها ننشئ instance من form data. form data هو constructor. يعني مثل ونحن ننشئ instance من هذا الكلاس لهذا الفورم. إذا أردنا أن نضيف بيانات لهذا الفورم من الفورم data. بكل بساطة نقوم بكتابة form append. وثم ندخل هذا الشيء مهم جدا أنت عرفه. أنا كتبت شكل خاطئ صححتها. انت بي إليها. آآ فهذا الشيء مهم جدا. ستتعامل معه. فليس هذه خطوة يعني آآ يعني خطوة تجميلية. ليست هذه خطوة فقط لإضافة صعوبة للمشروع. هذه الخطوة مهمة جدا. وستراها كثيرا في تعاملك مع الفورمز وإرسالها للباك اند. وخاصة إذا كان فيها فايلز أو او امجز. فبالتالي هنا إذا أردت أن أرسل فايل. انشئ من نيو فورم دايتا. وثم أضيف الفايلز بكي ان فاليو. سيكون الكي هنا فايلز. لماذا? لأن استرابي هكذا تستقبله. تستقبله باسم فايلز. والفايلز ستكون هي الثامنيل. فإذا الآن أصبح لدي هذا الشيء. يمكن أن أريكم إياه. فإذا كونسل دوت لوج. لاحظوا بداية الفورم نفسه سأريكم إياه. وثم سأريكم الفايل. سأخذه من الفورم بطريقة جيت فايلز. بطريقة جيت. فإذا ليه نقوم بذلك. فإذا الآن سأفتح الكونسل هكذا. وأقوم برفع الصورة. طبعا آآ يبدو أنني كتبت شيء خاطئ على فكرة هنا. لماذا هكذا? فإذا دعوني أعود لموضوع رفع الصورة اعتذر اذا اخطأت. آآ نعم. هنا يجب ان اضيب هكذا. هذا ليست هنا بهذا الشكل. بل هذا يجب اضافتها هنا هكذا. فإذا مرة اخرى آآ اذا قل بنقر على رفع الصورة ما الشيء الذي سيحدث. بداية سنرى الفورم. الفورم سيقول لك هذي ستراها كأنك لم تضيف اليها اي شيء. او لم تضيف اليها اي شيء. لكنك فعليا اضفت لها من خلال وبالتالي انما استخدم طريقة جيت فورم ديتا جيت ظهر لي الملف. فإذا ها هو الملف الذي سيتم ارساله آآ من خلال فورم ديتا للباك اند. ممتاز. فإذا نعود الان لموضوعنا. فإذا الان اصبح لدي الفورم ديتا ساحذف هذه الكونسل آآ هذه اللي احتاجها. فإذا الان اريد ارسال للباك اند. فنرسل من خلال تراي ان كاتش ارور. حتى اذا كان هنا لك اي ارور. نلتقط هذا الارور. فإذا كونسل دوت لوج هذا الارور. بتراي سنقوم بأخذ الرسفونس من فاتش. وهذه الفاتش نريد طلب لنقطة اي بي اي اي ابلود. وهذه النقطة نريد اضافتها اين? اين نضيفها? نضيفها الى الريسيبي. آآ ريسيبي اي 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 بي اي الخاص منها هنا. فإذا سأضيفها. فإذا سأجلب نقطة اسمها ابلود ثومنيل. الآن سأنشئها. سنجلبها من اي بي اي ريسيبي. سنذهب الى هذه هذا الملف وننشئ نقطة الثومنيل. فبداية هكذا. سأضع تعليق واكتب ثومنيل. يعني هذه الادارة الثومنيل. آآ بالنسبة لموضوع الثومنيل فبكل بساطة سهل جدا. اسم النقطة سنسميها ابلود ثومنيل. وستذهب الى اي بي اي ابلود. فبدا هذه النقطة التي نريد فعليا طلب اليها. كيف عرفت ان هذه النقطة بكل بساطة آآ ذهبت الى سترابي. والى مثلا. دعونا نذهب الى هنا. فاذا هنا دينا ابلود. ها هي. و ابلود انا وضعت ان يمكنه ابلود وهنا اذا ننقرت هذا. لاحظوا النقطة اذا اين هي. اذا لاحظوا النقطة ها هي. اي بي اي ابلود. هذه النقطة يجب ان نرسل لها. آآ للسهولة. للسهولة. لاحظوا. للسهولة. انا قمت باضافة ان يجب ان يكون آآ يمكن هو ارفع الصورة. لسهولة العملية لحتى اقوم بها. لكن هذا شيء غير آآ آمن. هذا غير يجب الببليك لا يتيح له ان لا نتيح للببليك ان يرفع صور. لكن انا قمت بذلك. انا اتحت الواضح الصلاحية حتى اكمل هذا الدرس. ويكون سهل جدا. آآ وربما في نهاية الدرس او وقت لاحق. اخبركم لماذا هو? هناك صعوبة. نوع من الصعوبة اذا تعاملت مع في هذا الموضوع. فاخبركم لاحقا ربما. ربما اخبركم ربما لا. فهذا هو الموضوع هنا. فاذا اللي نعود لموضوعنا اين هو? فاذا هذا هو الكود جيد. فاذا اضفنا هذه النقطة. نعود الى هنا وجلبنا النقطة. والان يمكن ان نطلب آآ من هنا مباشرة من الكلاينت لهذه النقطة. ها هي. فاذا هنا ساطلب من آآ ساطلب ابلود ثوبنيل. وكما قلت لكم يجب الميثود تكون واين هي المعلومات التي اريد ارسالها للباك اند? هي الفورم. ارسل الفورم كما هو. ولا تقم باضافة هنا. تكتب كذا كذا كذا. لا تكتب. جيد. فقط هكذا. اكتب كما اكتب. وبالنسبة لهذه فيجب ان يكون هذا واضح. فذان الان اصبح لدينا ستأتينا من آآ فنريد آآ ناخد هذه نكتب هكذا. اه اذا كانت هذه ليست اوكي. ماذا نريد ان نفعل? نريد ان نضيف التي ستأتينا من هذه اذا كانت غير اوكي فالديتا سيكون بداخلها او 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 واحد. من الديتا. اذا لم تكن اوكي سيكون لدينا ارورز. فنحن نريد بالنسبة لل ارورز هنا. كل ال ارورز سابقة نريد اعادتها. زائد ارور خاصة بالثومنيل التي سكون هي عبارة عن آآ ربما نقول ان هي عبارة عن ال ارور الذي جاءنا من الباك اند لكن لا لن نكتب ذلك. سنكتب ميسيج ارور مخصصة لهذا الموضوع. فذان ساكتب ميسيجز ثومنيل ارور. الان ساكتب هذه الميسيج. وايضا ساقوم بيقاف هذا الفنكشن عن العمل بارسال ارور باحداث ارور بين هذا ال ارور. فمجرد ساقوم بثرو نيو ارور سيأتي الى هنا ويقوم بكونسر لطلوغ لهذا ال ارور. واضح? الان اه في حالة كل شيء تمام فاذا في حالة الكل شيء تمام اريد التعامل معه هنا. فذا نهاندل هنا. جيد. اه اريد ايضا ان اكتب اه هذه الميسيج. ميسيج هذا ال ارور. فذان اللي نكتبها. فبكل بساطة سنذهب الى هنا. فذان اسمها ثومنيل ارور. ساكتب هنا ارور. وهنا اكتب ال ارور. ساكتب رسالة عامة للمستخدم وليست خاصة. يعني بشكل عام. اخبره انه هناك خطأ. لكن لن احدد الخطأ. ساقول له حدث خطأ ما. اه اثناء رفع الصورة. الرجاء المحاولة لاحقا. فاذا هذا هو في حالة حدوث خطأ. فاذا دعونا نجرب ما الشيء الذي سيحدث. اذا قمت انا برفع الصورة. طبعا لم يظهر لي خطأ. ولم يظهر لي اي شيء. اه لكن اذا ذهبت الى ميديا. هل سيتم رفع الصورة يا طرى? فاذا هذي الميديا بالفعل تم رفع الصورة. ها هي. هل هي نفس الصورة هذا? نفسها. ها هي. تم رفعها. ساحذفها من الميديا. مثلا ماذا لو غيرت الصلاحية هنا. للروز والبوبليك هنا. ولم اسمح للشخص هذا ان يقوم بابلود. لم اسمح له ان يقوم بعملية الرفع. فما الشيء الذي سيحدث يا طرى. فاذا قمت انا مرة اخرى برفع الصورة. لاحظوا حدث خطأ ما اثناء رفع الصورة. رجاء محاولة لاحقا. وجاء اني هنا هنا الارور هنا بالاقلاء 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 والاقلاء سيقول لي. طبعا لاحظوا الارور. لاحظوا ظهرت لي ارور اوبجكت اوبجكت. لماذا? لماذا اوبجكت اوبجكت. لانني انا قمت باقل الارور. يجب ان اكتب هكذا. اكتب ارور اه اه دوت نيم. اعتقد هكذا. وثم ارور دوت مسج. في مرة اخرى سنرى فاذا نرفع الصورة. فاذا نلاحظوا الان. فاذا فعليا الخطأ هو اه ساعيدها كما كانت اسمح الان. واذا قمت الان برفع سيتم رفع الصورة. اه لا اريد ذلك اه الان. طيب طالما انه نجح رفع الصورة فانا اريد ان يخبرني انها نجح رفع الصورة. فكيف ذلك? فاذا الان سنصير بهذا بمصار ان كل شيء تمام. وتم رفع الصورة. فالشيء الذي ساكتبه هنا بداية اذا كان كل شيء تمام. النقطة الاولى التي اريد ان اقول ها اريد اه مسح الارور ان كانت موجودة. كيف ذلك ستكون من خلال ست سنجلب الارور السابقة. وبالنسبة لارور الثمنيل سنجعله امتي ستريك. فهذا هذه اول نقطة. النقطة الثانية نريد ان نحصل على اي دي. نريد نحصل على اي دي الصورة. تم رفع الصورة. نريد ان نحصل على الخاص بها. حتى نضيفها لهذه الوصفة. لان انا بالنهاية نضيف وصفة مع اي دي. كيف ذلك? كل بساطة سنكتب تعليق اه 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 وهنا سنكتب ست فورم ديتا. سنجلب الديتا السابقة. اما بخصوص الثمنيل. فسنجلب الثمنيل اي دي. طبعا من اين سنجلب الثمنيل اي دي? من هنا. فهذا ساقوم بانشاء سأسميه ثمنيل اي دي. الذي سيأتي من الديتا اي دي. ويمكن هنا ان اكتب هنا ديتا ريتان حتى تروها. وديتا. جيد? اه ايضا الان سنرى هذا الموضوع. نرى هذا الموضوع ثم نكمل. فاذا قمت الان برفع الصورة مجددا. هل حدث خطأ مجددا? سيكون فايلز ار امتي لان انا نقوم بست اه نال. فمرة اخرى ساقوم برفعها او دعونا نرفع مثلا المنسب. ما رأيكم? فذن رفع الصورة. فذن تم رفع الصورة فعليا واعاد لي الديتا. ها هي. والديتا هي عبارة عن اوبجيكت. اه هي عبارة عفوا عن الري. بداخلها اوبجيكت. ولدينا اي دي العنصر الذي تم اضافته. وايضا بسترابي اذا ذهبنا للميديا لايفراري والى هكذا. لاحظوا. هنا دينا هذا هو المنسب الان رفعته. لكن ما الشيء الذي ارد ان احصل عليه من هنا هو ال اي دي. ها هو ال اي دي. عفوا اسمه اي دي. ها هو خمسة وثمانية. وهذا الشيء الذي تم ايضا ايضا اعادتي هنا. لاحظوا. فان جميل جدا. هل مليلتم من الدرس ام ليس بعد? هل نكمل? طيب نكمل. ليس الموضوع فقط ان انا اريد هنا ان سامسح هذه الكنسل. ليس فقط ان اريد ان ارفع و اه الصورة واحفظ اي دي. ايضا اريد ان اعرض لمستخدم انه يكون شيء تمام. انت رفعت الصورة احسنت. ولا بجد مشاكل. فان هنا اريد ان اضيف اه رسالة نجاح. هذه الرسالة نجاح اه الان ساقوم باضافتها من خلال الثمني المسج الان سانشئها. وهذه الرسالة ستكون هي عبارة عن ثمنيل ابلود. فاذا ندعونا نضيف هذه للمسيجز. ونكمل. فاذا هنا سنضيف مسج اسمها ثمنيل ابلود. وهنا سنكتب تم رفع الصورة بنجاح. شكرا جديلا ايها المستخدم. نعود لموضوعنا هنا ست ثمني المسج ليست معرفة لان انا لم اعرفها اصلا. فساعرفها الان. فاذا هنا ساضف حالة جديدة ثمني المسج. وهنا ست ثمني المسج. ومبدئيا ستكون فارغ. فالشيء الذي سيحدث هنا عند النجاح سيقوم باضافة اه ثمنيل اه سيقوم باضافة رسالة نجاح. لكن فعليا هذه الرسالة اين سيتم عرضها بشكل اه فعلي. فسيتم عرضها بشكل فعلي بالفورم هنا. بالثمنيل فورم وبعد الابلود هنا. نريد ان نضيف هذه الرسالة. اذا اذا كان هناك رسالة اصلا. ثمني المسج. فعفن. فنحن نريد ان نضيف باريغراف. مجرد باريغراف. فيه الثمنيل. مسج. وايضا اريد هذا البريغراف ان اضيف له ستايل. هكذا اسمه. وايضا ساضيف هذا الستايل الان. فسنذهب لملف الستايلات. وهذه ساقوم بنسخها مجددا. او ربما اضع هنا هكذا. وهذا فقط سيكون لونه مختلف. اللونه اخضر. فباكي جراوند. فاذا لنجرب الان مرة اخرى سنختار الصورة. فاذا من المنسف ايضا. وهل المنسف موجود هنا? نعم موجود. دعوني احذفها من هنا. حتى تروا انني فعليا اقوم بعملية الرفع. اذا حذف. نعم. فاذا الان رفعت المنسف. ها هو. سارفع الصورة الان. فاذا تم رفع الصورة بنجاح. فاذا هذه هي الصورة. فاذا الان اه ساحدث الميديا لابراني ساجد المنسف. يجب ان اجده. فاذا ها هو. فعليا اه عملي صحيح وطريقة صحيحة والامور تعمل بشكل ممتاز. فاذا انا قمت الان برفع هذه الصورة. اه يجب ان اه ساقوم الان بمسحها مجددا. واريكم شيء انني لش لن اه وساقوم بالتحديث ايضا. الموضوع الان ليس فقط انني ساقوم برفع الصورة بل ساضيف وصفة مع الصورة. والان لنورة كيف يبدو ذلك. كل بساطة ساضيف هنا وصفة عفوا. وصفة المنسف الرائعة. جيد. وصف كيفية القيام والصنع وتحضير المنسف الاردني. طيب. ممتاز. الصورة البارزة ستكون هي المنسف. وسنرفع الصورة. تم رفع الصورة. الخطوات. يعني لن اضف خطوات. وثم اضافة وصفة. فاذا يفترض الان يقول لي اه ان نجاح لهذه العملية الان. لو عدت الى الميديا لايفرري هذا. ساجد صورة المنسف. وهذا شيء متوقع. لكن اذا ذهبت الى الكنتنت مانيجر والريسيبي. وستظهر لي وصفة المنسف الرائعة. فاذا ها هي. معها صورة المنسف وايضا المضيف لها. فاذا لاحظوا. الشخص الذي اضافها الذي هو تيست. وايضا صورة المنسف تظهر هنا. فقمت انا فعليا بشيء رائع. عناني قمت باضافة الفورم الذي لديه ايضا زائد قم باضافة صورة له. هذا شيء رائع. هذا تقدم رائع. احسنتم. يعني احسنتم تابعتم معي وفاهمتم لهذه النقطة. شيء رائع. اه الفكرة انا اقول الفكرة اه بخصوص استرابي. شيء حامي شيء بخصوص استرابي. اه يمكنكم ترتيب الاشياء الموجودة هنا. لاحظوا انا اقعد ترتيبها. فاذا ذهبنا الى اه هذا الترس الموجود هنا. اه لاحظوا قموا باختيار ان الترتيب حسب الاي دي ودسسندينج. طبعا اذا قم بكتابة يعني تصاعدي. اه ترتيب الوصفات سيصبح من الوصفة الاقدم للاحدث. انا اريدها من الاحدث من ال اريدها من الاحدث للاقدم. فسا هنا اخترت والسايف والان ستظهر الوصفات اه بهذا الشكل. فاذا هذا هو اه موضوعنا. اه فاذا ممتاز. فاذا نتوقف ونكمل. لاحظة. اشتركوا في القناة.